السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم طلابنا الأعزاء في مادة علم مواد واحد مع محدثكم الدكتور محمد عبد العزيز السلام بجزء رقم 6 من الفصل السادس بيتكلم عن في الحقيقة السترس سترين كيرف هو اللي بيعبر عن ده الناتك اللي أنا باخده من مين؟ باخده من اختبار الشد أنا في الحقيقة عندي هنا سترس سترين كيرف مختلف بخصر كل ماتيري يعني مثلا ده الشكل العام للمتال لأنه معروف المتال فيه داكتيلتي لكن طبعا إذا قرنت الداكتيلتي بالداكتيلتي بتاعة البوليمر لا الداكتيلتي بتاعة البوليمر أكبر لكن السرينس في البوليمر أغذف المتال أعلى طيب أبص ألاقي نمرة بيه ده بالنسبة للسيرمو بلاستيج ماتيريال أبص ألاقي إنه في الداكتيلتي بتاعته عالية جدا لكن طبعا ما فيش مقارنة بين السيرينس بتاعة السيرمو بلاستيج وبين السيرينس بتاعة المتال لما أجي أقارن بالإلاستومار ألاقي الإلاستومار فيه برضو داكتيلتي مقارنة بالمتال أو حتى بالسيراميج ماتيريال والجلاس والكونكريت لكن برضو السيرينس بتاعته ممكن تكون أعلى سنة من السيرمو بلاستيج لكن السيرينس يتميز بأنه هو سوبر بلاستيج طب لما أجي أشوف السيرينس بتاعة الكونكريت وبتاعة السيراميج وبتاعة الجلاس أبص ألاقي إن المادة تعتبر بريتل يعني ما فيش بلاستيج ديفورميشن وبالتالي قد تتميز عن المتال إن يكون السيرينس بتاعتها أعلى لكن يعني هي فيها عيب أو مش موجود في كل الماتيريال اللي إحنا قلنا عليها سواء كان متال أو سيرمو بلاستيج أو إلاستومار ما عندهاش بلاستيج ديفورميشن ما عندهاش بلاستيج ديفورميشن لأنها تعتبر مواد بريتل وما فيش أي نوع من أنواع الدكتيلتي